اهلا ومرحبا بكم النهاردة حلقة مميزة حلقة مهمة اتمنى انكم تركزوا معايا كويس جدا هي حلقة لتثبيت طقم الاسنان في الفم بقوة على مدار اليوم الحقيقة ان فيه ناس كتير بتعاني من عدم ثبات التركيبة سواء تركيبة اسنان متحركة طقم كامل او تركيبة جزئية بمشابك وتكلمنا قبل كده عن تعديل الطقم بتعديل الحواف عن ان احنا نعمل طبطين او وضع بطانة لطقم الاسنان ايا كانت الحلول اللي اتكلمنا عليها لو فشلت كل الحلول ديت دايما كنت بنصحكم بلاصق طقم الاسنان ولكن فيه حيلة زكية جدا النهاردة هنتكلم عليها وجربها يعني انا كنت عاملها كنت عامل حلقة عنها من حوالي شهر بس مين فعلا جربها فيه متابعة من متابعيني فعلا جربتها وكتبتلي النهاردة فيه البث المباشر ان هي جربت الحيلة ديت ونجحت معاها وطقم الاسنان ثبت على مدار اليوم ثبت قوي جدا رغم انها استخدمت انواع لاصق كتير ولكن الحيلة ديت او التريك ديت خلت طقم الاسنان يمسك كويس غير جميع انواع اللاصق اللي كانت بتستخدمها قبل كده طيب ايه هي بقى الحيلة الذكية ديت هي حيلة باستخدام لاصق طقم الاسنان انا كلمتكم عنها من شهر وقلت ان فيه ناس كتير جربوا الحيلة ديت كانوا بيجوا عندي مرضى فيه العيادة وقالوا لي يا دكتور احنا بنستخدم لاصق طقم الاسنان المعجون ولاصق طقم الاسنان البودرة سويا يعني ايه بيستخدموهم سويا طبعا انتوا عارفين ان لاصق طقم الاسنان اللي موجود في السوق اما معجون اما بودرة اما سريبس او شرائط هم استخدموا لاصق طقم الاسنان المعجون او الكريم مع لاصق طقم الاسنان البودر او البودر او البودرة سويا مع بعض الحيلة دي طبعا انا ما جربتهاش شخصيا لاني انا ما بلبسش طقم اسنان ولكن ناس كتير طبعا جربتها ونجحت معهم معنا كده ان هي نجحة مع كل الناس انا طبعا مش عارفة اذا كانت نجحة مع كل الناس ولا لأ بس انا بنقل لكم تجارب ناس نجحت معاهم سواء ناس كانوا بيجولي العيادة وحكولي عنها وناس كمان مش مصريين ومش عرب خالص ناس امريكان وانجليزة عندهم انواع اللاصق ديت واستخدموها فعلا ونجحت لغاية لما امبارح واحدة من متابعيني من وطننا العربي استخدمتها بعد ما انا اتكلمت عنها في فيديو ونجحت معاها فقررت اني اتكلم عنها تاني النهاردة ازاي بيستخدموا لاصق تقم الاسنان المعجون والبودرة سويا بنجيب لاصق تقم الاسنان المعجون ايا كان نوعه الافضل طبعا هو فيك سودانت أكستر هولد او ألترا هولد ولاصق تقم الاسنان فيك سودانت البودر او البودرة ألترا هولد او أكستر هولد هنستخدمهم سويا إزاي طبعا بنكون منظفين الفم كويس بالفرشة والمعجون ومضمضين كويس ومجففين الفم وكذلك طقم الأسنان بنكون منظفينه كويس بالفرشة المخصصة للطقم والمعجون المخصص للطقم وشطفينه كويس تحت مية جارية ومجففين طقم الأسنان كويس بعد كده بنبتجي نحط اللاصق طقم الأسنان المعجون بنحطه كالمعتاد 3 دوائر أو 3 شرائط صغيرين ما بنكترش لأن لما بنكتر بيزيد وبيفيد وبيقلل من ثبات طقم الأسنان ومن كفاءة اللاصق فاحنا بنحط زي ما البروشور قال لنا 3 نقط أو 3 حبات من اللاصق أو 3 شرائط صغيرين وبنوزعهم شوية وبعد كده بننصر عليه فوقي بننصر فوقي لاصق طقم الأسنان البودرة أو البودرة أو البودر بننصره فوقي ونبتجي نحرك طقم الأسنان كده بحيث البودرة تغطي جميع سطح طقم الأسنان في ناس بتقول يا دكتور أنا كمان بفضل أني أرش رشة مية من بعيد بالبخاخة برش بخة مية من بعيد خالص على الطقم بحيث بس يبقى مندي مش عايزينه مبلول عايزينه بس مندي وبعد كده بحط الطقم العلوي والسفلي في الفم وبعد العضة المعتادة بتاعتي لا يقل عن خمس دقائق وطبعا بعض بالراحة مش لازم أعد جامد قوي لغاية لما عضلات الفك ترهق لأن أنا هعد خمس دقايق بحالهم فأعد كده عضة سليمة بالراحة علشان ما يحصلش إرهاق لمفصل الفك الصدغي وعضلات المفصل الفك بفضل إن إحنا ما ناكلش ولا نشرب لمدة ساعة نكون واكلين وشربين من قبليها عشان لما نحط اللاصق ما ناكلش ولا نشرب لمدة ساعة لضمان أعلى ثبات لطقم الأسنان اللاصق دوت الحيلة ديت الاتنين مع بعض إن أنا أستخدم الكريم مع البودر أو مع البودرة سويا بتديني درجات ثبات أعلى بكتير من إني أستخدم معجون لوحده أو البودرة لوحدها وده طبعا عن تجربة الآخرين عن تجربة ناس كتير استخدموا الحيلة ديت وزي ما أنتوا شايفين المتابعة اللي كانت عندي في القناة كانت بالي في البس المباشر إن هي استخدمتهم سويا فعلا ودتها درجات ثبات أعلى بكتير من المعجون اللي كانت بتستخدموا لوحده هكبر لكم برضو التعليقات زي ما أنتوا شايفين طيب معنى كده يا دكتور هل أنا لما هستخدمه ضروري هيديني النتيجة زي ما حصل مع المتابعة ديت أو زي ما حصل في المرضى بتوعك في العيادة والطقم يثبت ويبقى زي الحديد في الفم طول اليوم الحقيقة أنا مضمنش لكن أنا بنقل لكم تجربة الآخرين الإيجابية تحاول وتجرب طالما فيه أمل نجرب ونشوف وإحنا بعد كده بعد التجربة ديت هنقرر هل هي نجحت معانا زي الآخرين ولا فشلت معانا ويعتبر هدر للفلوس ومش هستخدم الحيلة دية التانية أو مش هعملها تانية أو هجرب أي حاجة تانية من لاصق طقم الأسنان كمان لازم أفكر قبل محكم على نتيجة اللاصق هل أنا طقم الأسنان بتاعي أصلا فيه ديفو أو فيه عيب ربما تكون حواف الطقم أصلا وصيارة محتاجة تطول أو طويلة محتاجة تقصر أو طقم الأسنان كانت مقاساته مش كويسة ومحتاج أصلا تبطين فلازم برضو نجرب الموضوع دوت مع طقم أسنان يكون ما فيهوش دفوهات أو عيوب كبيرة طيب يا دكتور هنلاقي اللاصق ده فين هيبقى موجود في الصيدليات الكبرى لو مش موجود في الصيدليات الكبرى بنطلبه عبر التسوق الإلكتروني أمازون أو أي وسائل من وسائل شراء المنتجات على الإنترنت عبر التسوق الإلكتروني يكون موقع موثوق فيه أو عبر موقعهم الرسمي طيب يا دكتور هل اللاصق دوت بيسبب حساسية طبعا الحساسية دي اختلاف شخصي ربما يسبب حساسية ليك لكن ما يسببش حساسية لغيرك طبعا الحساسية دي بتبقى لازم أنت تجرب المنتج بنفسك علشان تشوف هو بيعمل حساسية ولا لأ ولكن هو مع أغلب الناس هو آمن ولا يسبب الحساسية وفي نفس الوقت هو زينك فري أو خالي من الزينك علشان الناس اللي بتخاف من تسمم الزينك على المدى الطويل تتأكد أن العبوة مكتوب عليها خالي من الزينك أتمنى تكونوا استفدتم فعلا من حلقة النهاردة جربوها واللي جرب الحيلة ديت أو هيجربها يكتب لي فيه التعليقات وأعرف النتيجة برضو منكم أحب أتابع كل نتائج التجارب ديت منكم من خلال تجاربكم العملية لو في حد عنده أي سؤال أو استشارة طبية يكتبها لي فيه التعليقات برد عليكم بنفسي ما تنسوش الإعجاب بالفيديو مشاركته مع الآخرين لتعم الفائدة وأشوفكم في حلقة قادمة إن شاء الله شكرا